ليست هذه دمشق بملامحها القديمة ولهذه الطقوس جزءا من ثقافتها إنها بصمات إيرانية تحاول تغيير ملامح المدينة ومعها حواضر سورية أخرى كحمصة وحلبة ودير الزور الترغيب بالمال واستغلال حالة الفقر والجوع والترهيب بالسلاح هما طريقة إيران لتشيع السنة الذين يشكلون معظم سكان البلاد داب إيران على تمرير مشروع الولي الفقيه بدأ قبل الثورة السورية بأسلوب ناعم وخفي وبعد انكسار الثورة واستباحة ميليشيات إيران الدخيلة معظم المحافظات بدأ مسلسل التغيير الديمغرافي وإجبار الناس على التشيع صحيفة Wall Street Journal سلطت الضوء على المخطط الإيراني بتقرير لها حمل عنوان عبر المال والترهيب إيران تنفذ مخطط تشيع سوريا التقرير يذكر أن إيران استغلت حاجة الناس المادية وصارت تغريهم بالتشيع مقابل مبالغ مادية وامتيازات وظيفية في حكومة بشار الأسد ومن يرفض تلك العروض يهجر من بيته ويوطن مكانه وافدون شيعة جدد الحملة الإيرانية تستهدف غالبية سكان سوريا من السنة بمن في ذلك سكان المناطق التي كانت خاضعة لتنظيم الدولة والتي تمتد من محافظة دير الزور الشرقية إلى الحدود الغربية للبلاد مع لبنان جمعيات تتظاهر بالخيرية توزع المساعدات الغذائية والأدوات المنزلية على الناس مع كتيبات تروج للفكر الشيعي الإيراني إضافة إلى افتتاح مراكز علنية للتشيع واستحداث مقامات ومزارات جديدة إلى جانب هذه الصدقة التي توزعها إيران فإنها تقدم عروضا من أجل الانضمام لميليشياتها والتحول إلى الطائفة الشيعية وبمقابل ذلك يحصل المتطوع على بطاقة هوية فيلق القدس التابع للحرس الثوري والتي تخوله المرور عبر نقاط التفتيش دون مشاكل ويحصل على مبلغ 200 دولار أمريكي شهريا Wall Street Journal تؤكد أن الميليشيات الإيرانية تستولت على المساجد ورفعت الأذان الشيعي للصلاة كما أقامت مزارات في أماكن ذات أهمية تاريخية ودينية واشترت العقارات بموجب قانون الملكية كما قامت بافتتاح مدارس باللغة الفارسية بلاد ما عادت تعرف أهلها وأهل المهجرون ما عادوا يملكون في بلادهم إلا ذكرى وطن يعج اليوم بالوجوه الغريبة والثقافات الدخيلة ترجمة نانسي قنقر